أطلقت مصر استراتيجية وطنية لتغير المناخ متعددة الأبعاد وتتناسب مع خطورة هذه القضية لتصبح خارطة الطريق لمواجهة التغير المناخي وتحقيق التوازن بين النمو المستدام والموارد الطبيعية وتحسين حياة المواطنين ومواجهة أثار التغيرات المناخية وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا تضمن أنفوغرافات تصلت الدوء على جهود مصر الدولية من أجل التصدي لظاهرة التغير المناخي من خلال تكثيف وتنصيق السياسات البيئية وفقا لأهداف التنمية المستدامة التقى وزير الخارجية سامح شكري الرئيس المعين لدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ مع السكرتيرة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ باتريشيا إسبينوزا يأتي اللقاء على هامش زيارة وزير الخارجية الحالية إلى مدينة بونب ألمانيا للمشاركة في الدورة السادسة والخمسين لاجتماعات الجهازين الفرعيين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ تم خلال اللقاء التأكيد على أهمية عمل الجهازين الفرعيين للاتفاقية الإطارية على صعيد تعزيز عمل المناخ الدولي خاصة فيما يتعلق بتقديم المشورة العلمية والتكنولوجية والتنفيذ الفعلي لتعهدات المناخ والاتفاقيات ذات الصلة على رأسها اتفاق باريس لتغير المناخ كما اتفق الجانبان على ما تمثله اجتماعات الجهازين الفرعيين من خطوة مهمة في إطار الإعداد للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف التي تستضيفها وتترأسها مصر في نوفمبر المقبل ترجمة نانسي قنقر